لو عاوز تبعط رسالة دلوقتي لبناتك كلهم هتقولهم فيها ايه هقولهم يعني زي ما ربتكم تستمروا كلكم كده بتحبوا بعض ومع بعض وازروا بعض وزولوا بعض ودايما نسألوا على بعض لانه ما فيش احسن من مكانت تلم العيلة فدي اللامة دي يعني انا كنت حريص عليها جدا عندك رسالة لكابتن حسن حمدي في عجالة هتقوله فيها ايه اقول له شكرا كابتن حسن عمل كتير للنادي الاهلي شكرا وهو لعب كان بيلمنا وكان بيوجهنا وكان بيأخذنا وشكرا هو رئيس نادي عمل كتير للنادي الاهلي والنادي الاهلي في عصره حق بطولات كتيرة جدا رسالة لصديقك محمود الخطيبة تقوله فيها ايه بقوله ربنا يديك الصحة والعافية ويأويك ويصبرك على البعض على الهجوم اللي بتتعرض به ولكن اه لكن يعني انت بتصير بطريقة صحيحة حققت انجازات وما زال امامك الوقت اللي تحقق المزيد من الانجازات هل عندك اقوال اخرى انا سعيد ان انا شفتك رجعتنا ايام السبعينات والذكريات الجميلة وكان فيه مزيد انا عارف ان السادة المشاهدين هيستمتعوا بالحالة دي اوي لان انا فيه حاجات ما كنتش فاكرة انت فكرتني بيها وقلتها على الاواء على طول عشان كده انا مبسوط ان انت موجود معايا انت يعني نقوله ايه توقم روحي او الرئة التانية اللي كنت بتنافس بها في الملعب فعلا وانت ليك علامة من علامات علي ان انت وصلتني للاسم اللي انا فيه دلوقتي مصطفى عبدو فانا هنا من خلال البرنامج ومن خلال الجميلة الالي بشكر الكابتن محسن صالح على اللي عمله معايا في تاريخي كله وفي نفس الوقت بشكره على تواجده معنا وعلى ان فتح لنا قلبه وقال كل كبيرة وكل صغيرة بشكرك كابتن محسن شكرا كابتن مصطفى